يسطر حكيم اليافعي مثالا للشاب الذي يذيب هاجس الإعاقة ويكسر حواجزها عبر دأبه في خوض التحديات الرياضية والسعي في تحقيق رغباته المختلفة من خلال عمله الحثيث المتزخرف بالإرادة والعزمة الزميل صالح يوسف التفاصيل لا يعرف المستحيل وليس لطموحه سقف يصل إليه سلاحه الإرادة وطريقه حب التميز بين الآخرين حكيم اليافعي بالرغم من إعاقته لم يوقف ذلك عن تحقيق رغباته المتعددة وخاصة شغفه في تسلق القمم العالية أنا وصل لي القمة طبعا ما كانت الرحلة سهلة لازم فيها صعوبات لأن تسلق وماشي وثالج والاكسجين كلش ما فيه ستة أيام الواحد يمشي وكل ماله ويزيد الارتفاع واخر يوم كوني ارتفاع ستة كيلو واخر يوم طبعا أنا عندي هدف أن أصعد قمة من العالم السعب لم يتهيب صعود الجبال ولم يكتفي بهذه الهواية فهو محترف في الألعاب الأولمبية الرياضية ويهوى التحليق كالطيور في السماء عبر المظلات وله أنشطة تظهرها خزينته المتوهجة بالإنجازات لعل آخرها ما ناله بتحدي الإمارات للكثبان الرملية رحلة أبوظابي عبارة عن تحدي الواشق وفريق هوساك عبارة عن الواحد يمشي في الصحراء كثبان رملية طبعا ما صحراء العودية كلها طعوس كانت بعد شوقة ما كانت سهلة لأن الرمل نوعم بس كانت ممتعة الشاب الهمام صاحب أنجاز الطواف سيرا في أرجاء مملكة البحرين يحمل في قلبه رسالة لكل من يستسلم للعجز بأن في الإيمان بالنفس مفتاح لكل أبواب الأحلام الموصدة هذه العواقة يعني اعتبرها هدية من رب العالمين ما عاغتنا عن شيء في حياتي من وانا صغير اليوم كذي ريوضة عنشطة مغامرات تحديات الحمد لله يعني حسى كل شيء مجرد شكل يعني وبالشيء اللي يعيقني ويأثر عليه في حياتي حكيم الذي ملئ بالحكمة والقوة لم ينثني للقدر فقد أثبت أن في إعاقته سر لكل نجاح يسطره بهمته وعزيمته الكبيرة عندما تستلهم المحنة من المنحة وعندما ينتزع الأمل من فك الأمل تلد الأيام لنا هذا الشاب حكيم اليافعي لتلفزيون البحرين صالح يوسف